نظرنا في مختلف المبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية وكانت هناك الكثير من المحاولات الجيدة في هذا الصدد لكن للأسف تعذر حل هذه القضية ولم نتمكن من إقناع الشعبين بتقديم تنازلات لذلك لم نركز كثيرا على القضايا رغم تعمقنا فيها بل على ما يمنع الشعب الفلسطيني من الاستفادة من قدراته الكاملة وما يمنع الشعب الإسرائيلي من الاندماج بشكل ملائم في المنطقة بأكملها وإذا نظرنا إلى المنطقة برمتها اليوم نرى أن هناك الكثير من الفرص التهديدات الكبيرة في المقابل ومن خلال جمع مختلف الأطراف نأمل في التوصل إلى مقاربة جديدة تطرقت إلى أوسلو وبعض الجهود السابقة ونحن حاولنا قدر الإمكان البناء عليها ودرسنا مسارات التفاوض والقضايا المختلفة وما نسعى إليه هو التوصل إلى خطة تكون مفصلة ومعمقة جدا وتعرض على الناس ما نعتقد أنه أفضل نتيجة في هذا العصر وتمكنهم من وضع الخلافات السابقة جانبا والتطلع إلى مستقبل مزدهر ومشرق ومشرق